السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وباركة على سيدنا محمد وعليا لي واصحاب الغور المايمين. ازاكم يا سنة خمسة ابتداء عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض الليسن فور بورت وان اون يونيت ايت. هناخد الدرس الرابع الجزء الاول في الوحدة التمنى. تمام? فتعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. احنا طبعا اه خلصنا مع بعض الوحدة السبعة. تمام? وآآ دخلنا في الوحدة التمنى. خدنا الدرس الاول والدرس التاني. بكل الاجزاء بتاعته والدرس التالي برضو بكل اجزاءه. تمام? النهاردة بقى ان شاء الله ناخد الدرس الرابع. بس هناخد منه الجزء الاول بس. آآ لان الجزء التاني والتالت هيكون عبارة عن آآ رياضة ماس. فهنسيبه بقى ايه? لا بكرا ان شاء الله. نبدأ بقى نقرب الكاميرا بتاعتنا ونقول بسم الله ونبدأ على طول. ادي عندنا العنوان لسن فور الدرس الرابع. آآ ده باور اوف هاني. عنوان الدرس ده باور اوف هاني. يعني قوة العسل. ايه بقى قوة العسل? هو العسل ليه قوة? آآ ليه حاجات كتير جدا. تعالوا نشوف بقى مع بعض. عندنا كلمة آآ الكيفوكاب طبعا هنبدأ بها الاول. عندنا كلمة ضربة شمس او حروق الشمس اسمها sun burn. sun burn, sunburn, 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 sunburn. sunburn. يبقى دي شمس sun. واضي burn يعني حرق. يبقى حروق الشمس sunburn sunburn sunburn. طيب لو ما يحصل بقى حروق الشمس بنحط ايه? بنحط كريم. الكريم ده واقي من أشعة الشمس اللي احنا بنقول عليه الصن بلاك بس المرة دي هناخده سان سكرين سان سكرين سان سكرين سان سكرين تمام؟ طيب يبقى أنا برضه عندي هنا شمس صن وبعدين كرين يبقى أنا عندي سن بيرن اللي هو دربة الشمس أو حروق الشمس سن بيرن وبعد كده واقي كريم واقي من أشعة الشمس سان سكرين سان سكرين سان سكرين طيب أكراس الدواء اسمها إيه؟ بيلز 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 ودايما هتلاقيها مكتوبة كده على علبة الدواء أو علبة الشرائط اللي هي الشرائط الحبوب بتاع الدواء اللي هي القراس بقى اللي هي مكتوب عليها كده بيلز اللي هي قراس الدواء طيب كلمة بكتيريا اسمها إيه؟ باكتيريا 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 هي هي نلقيه النوت قريب جدا من العربي طيب عندنا بقى كلمة علاج كلمة علاج اسمها treatment 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 تمام يبقى treatment اللي هو العلاج طيب عندي كلمة جرح الجرح اسمه ايه wound 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 طيب الشفاء لما حد بقى يبقى عنده مرض او حاجة ويصحى منها يبقى اسمها healing 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 تمام طيب الاصابة اسمها injury 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 يبقى الاصابة اسمها ايه injury injury طيب عندنا بعد كده الاكسترافوكاب عندنا الجلد الجلد اللي هو جلد الايد دافسه او جلد البشر او الحيوانات بنقول عليه ايه scan 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 طيب العناية الطبية medical care medical care medical care medical care medical care امراض اخدناها illnesses 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 طيب الخزانة covered 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 ال pd silent تمام فبقولها covered 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 طيب كلمة ربما لها معنين يتقول maybe 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 او perhaps 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 يبقى اللي تنسح معناهم نفس المعنى طيب كلمة حديثة الاو مؤخرا اسمها recently 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 العلماء اسمهم ايه scientists 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 او هتقولها scientists ما فيش مشكلة بس احنا ايه ال s و t و ال s بنخطفهم كده فبنقول scientists 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 تمام طيب البرتمان jar 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 طيب عندنا كلمة مادة اسمها ايه substance 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 طيب امن او امن safe 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 العلاق بقى اسمه ايه treating 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 او treatment treatment زي ما اخذنها فوق يعني مثلا كلمة treatment اهي هي هي برضو treating العلاق ممكن اضف لكلمة treat treat بس هنا يعالج او يعامل احطلال اي انجي او الصوفيكس منت يبقى العلاق نفسه يبقى treating او treatment دي او دي نقبل تصرفات الافعال عندنا هنا اكل killed kill healed 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 contained 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 mix mix it mix mixed damaged 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 happened 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 عندك بقى cut و put يفضلوا زي ما هم cut cut put put no no اخذناها كتير جدا no 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 تمام طيب نيجي بقى الimportant expressions and prepositions التعبيرات وحروف القرر دي مش معانا حمز كلمة دي اتحسن اسمها get better get better get better او batter مثلين صح يستخدم مثلها use as use as طيب يصيب بالمرض make you well make you well يعني بيصيبك بالمرض اللي هي make you l عندنا بعد كده المين points هنسيبها طبعا لان احنا كده كده هنقراها دلوقتي وتحت بقى عندك بوب كويس برضو هنسيبه الجزء بتاع الحل نيجبها لل definitions اللي هي التعريفات هبعد بس الكاميرا عشان تشوفوا كل التعريف اول حاجة معايا كلمة heal يعني to get better يعني بيتحسن زي ما قولك مثلا ده الجرح خلاص لم تمام او مثلا العملية بتاعتك لمت الجرح لم مش عارف ايه يعني بتشفى يبقى بيتحسن يبقى heal هي هي to get better بعد كده عندنا bacteria very small things حاجات صغيرة جدا جدا that can make you well وممكن تخليك ايه مريض طيب طيب ناخد قبل ما هنخلص ناخد خط تحت الكلامات المهمة كلمة heal طبعا هي خلاص ما فيهش كلمة get better طيب الباكتيريا very small things وهتخليك L عشان لما شوف دي او دي يبقى دي الباكتيريا الرعاية الطبية تمام الرعاية الطبية اللي بتساعدك ان انت تتحسن يبقى دي treatment اللي هو العلاج wound اللي هو الجرح بيقولك بيقولك الجرح اللي ممكن يضمر ايه جلدك زي الخدش مثلا لما بنتعور كده في ادينا بيحصل مثلا جرح اللي هو قطع في الجلد تمام فبنقول عليه wound هو هو injury تمام طيب بعد كده بقى هنتكلم على الموضوع المهم اللي هو موضوعنا النهاردة جايب لي صورة العسل ده تمام وهو مترجم بقى انا هقولك بس على التركات الايه المهمة كل او القطع كلها هو مترجمها تحت هي بيقولك لك ردا نتعلم ونرى مع بعض do you like honey do you like honey يعني هل انت تحب العسل perhaps you enjoy eating it for breakfast perhaps you enjoy eating it for breakfast or maybe you enjoy it in a sweet masmosa but did you know that honey isn't only a food it is also used as a treatment for some injuries and illnesses بيقولك بقى هل انت تحب العسل يبقى هنا do لما نبدأ بها السؤال بيكون معناها هل هل انت بتحب العسل ودايما ندو بيجمعها you او الاتنين بقى تانين we او they او اسم جامع دي او دي او دي بتيجي مع مين مع do يبقى do you like هل انت بتحب العسل بيقولك ربما انت بتستمتع باكله في الفطار كلنا بنكله على الفطار or maybe you enjoy it in a sweet masmosa او ان انت بتستمتع بي في البسبوسة المسكرة في ناس بتسقي البسبوسة بالعسل وفي التاني بتسقي بالايب الشربوت طيب but did you know that honey isn't only a food بيقولك لكن هل كنت تعلم هنا بقى did you know معناها ده تعبير على بعضي هل تعلم اسمه ايه هل تعلم زي ما انت بتقولها في الازال من درسية مش عارفة هل تعلم ايه هي دي بالانجليز اسمها did you know هل تعلم ان العسل مش بس اكل isn't only a food ليس فقط طعم it is also ايضا انه ايضا used as a treatment ويستخدم كعلاج for some injuries لبعض الايه الجروح and illnesses وكمان الامراض طيب تعالوا كمان البراجراف التاني in some countries في بعض البلاد او الدول honey has been used by doctors for thousands of years بيقولك في بعض البلاد العسل كانوا بيستخدموه بواسطة كان يستخدم بواسطة الدكاترة من الاف السنين خلي بالك ان الهاني هنا مفرد فعشان كده خد من ال a ال has هتقول لي همسة ده العسل بيبقى كتير جدا بس هو هنا لا يعد تعرف تعد العسل لا لكن لما حطوا بجارز في برطمناتها عرف عدو لكن كلمة هاني بس لما تيجي الوحدة يبقى مفرد تمام طيب it was first used to treat wounds by Egyptian doctors around five thousand years ago بيقول ايه بقى بيقول انه كان يستخدم في الاول عشان بيعالج الايه ال wants اللي هي الجروح ممكن تقولها want this a wants wants بيقول انه كان يستخدم في الاول كانوا بيستخدموا العلاج الجروح مين بقى بوسطة الدكاترة المين المصريين زمان بقى من حوالي خمس تلاف سنة ماضي خلي بالك اجو ماضي اهيه عشان كده قلنا هنا was ماضي تمام طيب بعد كده بيقول ايه recently scientists have tried to find out exactly what honey is so good for healing wounds and treating illnesses بيقولك حديثا scientists اللي هم العلماء have tried يعني حاولوا ان هم يجربوا اه او بيجربوا او بيحاولوا to find out عشان يكتشفوا ليه العسل هو مفيد لالتقام الجروح او في علاج الامراض هو كل اللي هم بيعملوا دلوقتي خلاص احنا عرفنا ان العسل ده بيعمل ايه بيش في الجروح طيب العلماء بقى عايزين بقى يعرفوا ازاي هو ليه بقى يشفي الجروح فهم بقى عايزين يعرفوا مثلا بيتكوم من ايه المواد اللي فيه وهكذا scientists know that some types of honey contain things that can help to kill bacteria بيقولك ان العلماء عرفوا ان بعض انواع من العسل بتحتوي على اشياء ممكن تقتل البكتيريا تمام يبقى هم عرفوا دلوقتي احنا قلنا ليه العسل بيشفي الجروح يبقى ان العسل فيه حاجات بتقتل البكتيريا يبقى احنا عرفنا كده العسل ليه بيشفي الجروح this helps wants to heal more quickly بيقولك وده بيساعد الجروح انها تشفى بسرعة او تلتقم ايه بسرعة you must يجب عليك خلي بالك بعد must بنجيب الفعل في الايه في المصدر you must be careful يبقى يجب ان تكون ايه حذر however علي اتحال the honey that doctors use is a special honey only that is safe to use as a treatment بيقولك ان العسل اللي بيستخدموه الدكاترة كعلاج هو عسل special عسل خاص تمام only that is safe to use as a treatment بيستخدموه بس كعلاج يبقى مش كل العسل ينفع اكله لا ده في عسل بيستخدم كعلاج ده بقى مينفعش ان انا اكله so if you have a jar of honey in your cupboard you can mix it with milk to make your cough better بيقولك لذلك if if هنا معناها لو لو انت عملت كذا لو ما تكبر ان شاء الله وتاخد في الجرامر لو انت عملت كذا هيحصل كذا فبيقولك لو انت عندك برطمان عسل في الخزانة بتاعتك في الدولاب بقى في المطبخ او في اللي احنا الخزين بروحوط في الخزين يعني لو انت عندك برطمان هتعمل ايه بيقولك ممكن تخلط you can mix خلي بقى لك بعد كان برضو بينجيب الايه المصدر انا قلت mix مش mixes ولا mix it لا ولا mixing يبقى الفعل مفوش اي اضافات يبقى انت تقدر تخلطه mix it بقى تخلطه اد راجع على العسل with مع الملك اللبن to make your cough better ده هيخلي لك الكحة بتاعتك تتحسن لو انت عندك الكحة بتجيب لبن وتدوب في معلقة عسل بتشربه بيقولك بقى but don't put it on your cut knee بيقولك لكن لا تضعضان برضو اللي جاي وراها ايه مصدر تمام بيقولك لكن ما تحطوش على رجوبتك الايه المجروحة يعني انا انا دلوقتي جاب كوبية لبن وحلتها بالعسل لو انا عندي كحة اشربها لكن لو رجلي مقطوعة فيها جرح يعني تمام قط هنا مش معناها قطع بيكون فيها جرح لان انا مثلا لو تعورت بعمل ايه قطع في الجلد تمام بس فبيقولك ما ينفعش ان انت تحطها على ركبتك تمام بس درس سهل جدا جدا وبسيط وان شاء الله الحل هنسيبه فيديو الحل باذن الرحمن وباذن الله بكرة هناخد بقى part 2 part 3 درس الرابع الجزء الثاني والتالت باذن الله ونخلصهم والفيديو اللي بعديها هيكون اخر الوحدة اتمنى باذن الله كده الفيديو بتاعنا خلص سهل وجميل وبسيط جدا حتى الكلامات بتاعته اي نعم فيه كلمات جديدة علينا بس سهلة برضو لو عايزين اي حاجة اكتولوا في الكومنتات في سنة 5 وشوفكم بها على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته